اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا راجح العجم منذ الشهر الماضي من المرض ما اضطر الى نقله الى المستشفى لتلقي العلاق والمتابعة الطبية المستمرة ثم انتقل الى قسم العناية المكسفة قبل ان يعلن الاطباء وفاته صباح اليوم انا لله وانا اليه راجعون الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وبكده يكون خلص الفيديو اللي معنا وارجو اشتراك في القناة وانفعل زر الجرس واندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته